عايزة أكلمكم في كام نقطة مهمة جداً قبل مباراة الأهلي وصنداونز أول حاجة أول حاجة لأننا شايفها مصارة بشكل كبير جداً وهي الثقر ورد الاعتبر النادي الأهلي لا يفقر النادي الأهلي اعتبره مراحش عشان يرده النادي الأهلي يفوز طبعاً ممكن يهزم طب لو هزم الهزيمة بيتعلم منها النادي الأهلي عشان يرجع ويفوز لأن النادي الأهلي دائماً وأبداً بيبحث عن أنه يكون رقم واحد من فضل الله هو رقم واحد وإحنا في رقم واحد النادي الأهلي وزمالك بيلعبه دلوقتي في البطولة العربية 2-0 في الأشواط الشوت الأول للنادي الأهلي 25-16 والشوت التالي برضو النادي الأهلي أنهى نتيجة قبل ما خش على الهواء على طول لكن النادي الأهلي أنهى والشوت التالي دلوقتي وأفرحكم بخبر حلو جداً أنه النادي الأهلي يفوز بالبطولة العربية للكرة الطائرة كلمنا عن السقل ورد الأتبار وفهمتكم النقطة دي إحنا داخلين نفوز التوفيق وعدمه هو ده في بعض المباريات هنوصل لخمسة وستة قدام سانداونز وغيره قدام سانداونز وغيره مش النهاردة بس سهو التوفيق يلعب وده دوره على مين بقى؟ على الجماهير اللي هيكون موجودة بشكل مكسف 30 ألف راجل في قلب الملعب هيساعدوا النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي أنه هما يكونوا يظهروا بشكل مميز إحنا محتاجين أولا في المباراة دي عامل التوفيق ومحتاجين برضو في الموسم ده عامل التوفيق مع ريني فيلر أي مدرب بإسهاماته الكبيرة زي ريني فيلر بيبقى محتاج حاجة بسيطة قوي اللي هي التوفيق فإحنا محتاجين نساعد الراجل ده فنساعده إزاي؟ في مطشي زي ده ما نستعجلش الفوز واحدة واحدة لأنه في الآخر إن شاء الله إن شاء الله ندل أهلي حالته البدنية ممتازة حالته الفنية ممتازة لكن ينقصنا إيه؟ حاجة توفيقة حاجة توفيقة هندوس عليها يبقى إحنا دورنا إيه؟ دورنا ما ندورش أسارة لأنه أسارة هيجة هيجة لكن إحنا بندور على الرياضة ندور عن إحنا نفوز نتيجة مثالية اثنين وثلاثة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو جون أو التوفيق في الأول هنوصل لرقم نتيجة ريحنا في مباراة القياب هكلمكم عن حاجة مهمة جدا برضو مقارنة حاجة بسيطة ما بين الأهلي وسانداونز النادي الأهلي خد راحة بينية فدته هذه المباراة اللي انسحف فيها المنافس مباراة الأهلي والزمالك خد راحة بينية التسع أيام طب سانداونز خد كم يوم؟ خد عشر أيام راحة بينية لأنه عارف إنه جاي يلعب ملك مصر هي دي الصحف الجنوب الأفريقية قالت كده إنه البرازليين في مواجهة ملك مصر اللي هو النادي الأهلي ففي عشر أيام راحة بينية آخر مباراة كانت لسانداونز كانت يوم الأربع مبارح اللي قابليه يعني عشر أيام هيلعب طبعا السبت كان عنده مباراة مع جامعة فال في كأس جنوب أفريقيا فاز اتنين واحد لكنه لم يلعب بالأساسيين خالص آخر مباراة لعبها في الدورة لعب بالأساسيين وبرضه فاز اتنين واحد وقابلها المباراة يوم 15 فبراير فاز بنتيجة 3 صفر ماشي بشكل كويس لكنه في الدورة لجنوب أفريقيا ما بيحتلش المقدمة بيحتل المركز التاني في دورة جنوب أفريقيا ب41 نقطة النادي الأهلي ما شاء الله ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا في الدورة في المركز الأول 16 فوز متتالي وبشكل كويس وبأداء كويس جدا وكمان بأرقام اتكلم عليها موسيماني مدرب جنوب أفريقيا مبارح اتكلم انه اهداف النادي الأهلي هذا الرقم الكبير جدا هذا الرقم الهظيم انه يجيب 46 هدف في الدورة هو قال 45 بس هو ما 46 يجيب 46 هدف في الدورة في 16 مباراة 3 اهداف وكسر في كل مباراة هذا الرقم اصلا بتنظر له كل الصحف العالمية هنتكلم على جزيطة عاملة تقرير ولا أروع ولا أروع عن النادي الأهلي تقرير ما شاء الله ما شاء الله بيتكلم عن إنجازات النادي الأهلي ان هي ازاي تفوق هذا الانجاز الكبير اللي عاملها او عامله نادي ليفربول في الدورة الانجليزية لكن ده في حينه فسان داونز خد راحة بينية عشر ايام عشان عارف انه جاي لعب النادي الأهلي وطبعا هو سافر برضو النادي الأهلي برضو 9 ايام وكان عنده آخر مباراة لعبها الخميس الماضي قبل المباراة ليلعبها السبت وبرضو كان فيه سفر من الإمارات لمصر فتقريبا تقريبا الحالة البدنية واحدة بين الفريقين لكن النادي الأهلي النادي الأهلي برضو عنده غيابات رمضان صبحي خلاص أعلن انه المطش اللي جاي حفاظا عليه مش هيكون موجود مطش الزهاب مش هيكون موجود او هيلعب بشكل أساسي مع الفريق النادي سانداونز عنده ثلاث إصابات من العيار التقيل لو ما لعبوش هيكونوا مؤثرين جدا 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 في المباراة أولهم سبيكو مورينا ده اللعب للقصر وشفنا ربنا يشفيه إن شاء الله يقوم بالسلامة في قارب وقت ممكن بس بعد مباراة الأهلي بس لعب كويس جدا جدا وده الظاهير الأيمن الظاهير الأيصر برضو مصاب ولو إنه دي ممكن نقول إنه فيها لعبة شوية يعني ممكن يلعب موجود مع الفرقة لكنه مصاب وقع لإنه هو مصاب لكنه هيلعب المباراة ولا لأ بس هو ظاهير الأيصر مميز جدا ظاهير الأيمن وظاهير الأيصر ظاهير الأيصر نيوجو لونجر ريمان ده الظاهير الأيصر الأهم بقى لو ما لعبش لإنه نص فرقة أو يمثل 40% من فريق سانداونز الجنوب الأفريقيا هو دينيس أونيانجو دينيس أونيانجو ده حارس مرمى الفريق الأوغندي ده اللي وصل اللي خلنا نسمع الفترة اللي فاتت على المنتخب الأوغندي بإنجازاته الكبيرة هو هذا الحارس وهذا الحارس هو حارس فريق سانداونز هذه الغيابات هتكون مؤسرة لسانداونز إن شاء الله النادي الأهلي ما يكونش عنده أي غيابات مؤسرة وكلمتوكو قبل الفاصل عن أنه النادي الأهلي لا يثقر النادي الأهلي يفوز النادي الأهلي عندما يهزم يتعلم من أخطائه لكي يعود ويفوز